عليه الصلاة والسلام الاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم احنا كبشر وناس عاديين في الحياة ايه المفروض علينا عشان نتقرب إلى السنة النبوية في الأفعال وفي الأقوال هل فقط علينا الاستماع لبعض البرامج اداء او الاستماع لخطبة الجمعة او غيره ام ان علينا التزامات انسانية ودينية اخرى يجب ان نؤديها في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريض على كل مسلم يعني كل انسان مسلم رجلا كان او امرأة يجب عليه ان يطلب العلم ولم يقل تعليم المسلم قال طلب العلم طلب العلم يعني المفروض انا دم مسلم اطلب العلم قد لا يأتيني العلم لكن علي ان اطلبه من مصادره في عندي وسائل اعلام متكفلة في عندي مساجد فيها علماء في عندي دور للعلم مجمع بحوث دار افتاء وزارة اوقات يعني في مصادر يجب علي ان اتعلم وان اسعى للعلم لانه قد لا توفيني ولا تواتيني الظروف فياتيني العلم وبالتالي لا استطيع ان اعبد الله لعباد الحق ولا ان اتعامل المعاملة الحق فواجب الانسان ان يسعى لطلب العلم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة وذكرت ووردت الينا هناك دائما على فترات مختلفة بعض المشككين في هذه المعجزات بالنحية العلمية انه علميا ما ينفعش الاسراء والمعراض علميا ما ينفعش كذا كذا علميا الكون له ناموس وله قوانين كونية درسناها وتلقيناها وتعلمناها وهذا الكلام هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ربما لم ينقل بالشكل الصحيح او نقلته الالسنة البشرية والبشر خطائين فرد حضرتك على الكلام دائما انها من اجل هذا كانت الفترة المكية قبل الهجرة المك فترة الاولى في الاسلام كانت منصبة على التوحيد والاعقيدة والايمان بعد ذلك بعد ان رسخ الايمان وتم بدأت التشريعات الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد لانه بدون ايمان كما قلت لا يتقبل قد يقول العقل لا يتقبل قد يقول جئ فوق طاقة العقل هذه معجزات لا يمكن ان تصح لكن حين يكون الايمان موجودا وهو يؤمن بان هناك الها قادر على كل شيء وان الرسول عليه الصلاة والسلام حق ويوحى اليه من ربه يعتقد وتلقى النبأ بهذه المعجزات بصدق مثال ذلك لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام واخبرهم ابو جال قال له انه هل اذا جمعت لك الناس تخبرهم انك انت رحت من المقدس وطلقت فوق وانزلت الـ فجمعهم فالرسول لما اخبرهم كان فيه فريقين الفريق الجاهل الكذاب المنافق ما كانش يصدق يقول له مسافة نضرب اكباد الايه اللي فيها كذا شهرة تقول لي في جزء من الليل قضيتها سيدنا ابو بكر قال له تصدقوا انه هو راح المقدس وطلع فوق ونزل قال نعم ان كان قال فقد صدق اني اصدقه في ابعد من ذلك اصدقه في خبر السماء يأتيه في لحظة ومن يومها لقب ابو بكر بالصديق فده الفرق انسان عنده ايمان فتلقى الوحي ويترقى امور الغيب ويتلقى ما اخبر به الرسول بصدق وايمان وهذا ما نعانيه اليوم في هذه المرحلة التي نعيشها وفي بعض الوسائل التي تكذب حديث للرسول ومعجزات للرسول بنلاحظ هذا المؤمنون يتلقونها بصدق وايمان ويقدرونها ويقتدون بالرسول فيها وغير المؤمنين نراهم يكذبون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبون بعض المعجزات